اشتركوا في القناة الحكومة بممارسة سياسة العقاب الجماعي تجاه تلك العوائل المنظمة نقلت عن قائد الشرطة السابق في الموصل وجهات حقوقية في المدينة تأكيدهم ان قوات الامن استولت على ممتلكات اقارب افراد يشتبه بانتمائهم للتنظيم منذ تشرين الثاني عام 2016 مشيرة الى ان هذه الاجراءات منعت تلك العائلات من العودة الى منازلها وابقتها حبيسة مخيمات النزوح شهادات مفزعة لكثير من السكان الذين صدرت منازلهم او نهبت ممتلكاتهم تحت الذريعة ذاتها روتها المنظمة احداها لمرأة طاعنة بالسن ذهبت الى المحكمة لاستعادة منزلها المصادر لكنها فوجئت برد عنيف وتهديد بالاعتقال من القاضي نفسه وهذا القاضي بواقع الحال هو للجلاد اقرب بحسب رأي حقوقيين مدير بلدية الموصل عبدالستار الحب اقرب استيلاء القوات الحكومية بشكل غير قانوني على منازل عائلات مشتبه بارتباط احد افرادها بالتنظيم الدولة عزيا ذلك الى عجز الجهاز القضائي عن اداء دوره وسط سطوة كبيرة للميليشيات على مدينة يعاقب اهلها على جرائم لم يرتكبوها ذريعة العلاقة بالتنظيم طالت حتى تعويضات المتضررين فالكثير من سكان الموصل المدمرة بيوتهم جراء الحرب ترفض السلطات الحكومية تعويضهم بتهمة ارتباطهم بتنظيم الدولة تلك التهمة التي اضحت في العراق لافتة ضخمة متنقلة ترتكب تحتها جرائم وتمارس بناء عليها انتهاكات بعد محاكمات تبتعد عن مفهوم العدل كابتعاد العراق عن مفهوم الاستقرار